فيما وصف بأنه زلزال معلومتي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستتخلى عن نظام تشغيل ويندوز على أجهزة الكمبيوتر في دوائرها العسكرية والأمنية الوزارة أوضحت أنها ستستبدل ويندوز بنظام مطور محليا خطوة قد تنهي احتكار شركة مايكروسوفت لبرمجيات الكمبيوتر وتهدد بزوال إمبراطورية نظام ويندوز الذي يهيمن على حواسيب العالم برمته مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا أمام تحدي حقيقي قد ينهي احتكار الشركة لسوق البرمجيات فلأول مرة تعلن دولة التخلية تدريجيا عن نظام التشغيل ويندوز والدولة المعنية هي روسيا فحسب وزارة دفاعها فإنها ستتخلى عن تشغيل النظام على أجهزة الكمبيوتر في دوائرها العسكرية والأمنية والبديل هو نظام تشغيل محلي اسمه أسترالينيكس طورته شركة ريس بيتيك الروسية بدأت أولى اختبارات النظام على أجهزة الكمبيوتر في الجيش الروسي وحسب وزارة الدفاع فإنها ستنقل هذا العام جميع أجهزة الكمبيوتر إلى نظام التشغيل المحلي أسترالينيكس على أن تتبعها خطوة تعميم النظام الجديد على باقي إدارات البلاد حسب ما يقول مسؤولون في الشركة المنتجة للنظام الذين يؤكدون أن نظام التشغيل الروسي فريد من حيث حماية المعلومات وتصميم الواجهات ويتوافق تماما مع أجهزة الكمبيوتر الحديثة المنتجة في روسيا فشلت كل المحاولات السابقة لإنهاء احتكار ميكروسوفت ولم تنجح أي جهة في فك شفرة ويندوز التي تقوم بتشغيل عدد من الملفات والمواد التي لا يمكن تشغيلها إلا من خلال نظام ويندوز وتلك الشفرة هي سر ميكروسوفت العميق وسبب استمرارها وإذا تمكنت روسيا من فكها فإنها ستوجه ضربة قاسية للشركة الأمريكية خطوة روسيا بالتخلي عن نظام ويندوز قد تكون له أبعاد أمنية أيضا فهناك بعض ثغارات الأمنية في النظام جعلته عرضة لهجمات فيروسية متكررة خاصة العام الماضي وبدء تطبيق نظام أسترالينيكس الروسي داخل القوات العسكرية قد يأتي لقطع الطريق على أي محاولة لاختراق أجهزتها سواء من جهات استخباراتية أو من طرف جماعات إرهابية معنا الآن من القاهرة الخبير في أمن المعلومات يسري زكي مساء الخير سيد يسري مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن خطوة نوعية تعتزم روسيا البدء بتطبيقها وهي الاستغناء عن نظام التشغيل ويندوز والانتقال إلى نظام أسترالينيكس سبيشال إيديشن هذه نسخة مطورة من نظام أسترالينيكس على ما يبدو أولا الأسباب برأيك التي دفعت روسيا الاتخاذ مثل هذا القرار مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين والمشاهدات الحقيقة أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تلجأ إليها الدول في مسألة استبدال نظم التشغيل الرئيسية مثل نظام ويندوز من أهم الأسباب هي الأسباب الأمنية السبب الأمني سبق لبعض الدول أنها أخذت تجارب في بعض التشغيل الجزئي وأنتجت أنظمة التشغيل بتعتمد على نظام اللينكس النظام اللينكس هو النظام مفتوح المصدر أما نظام ويندوز فهو نظام مغلق المصدر وده الفرق بالتنين مغلق المصدر يعني لا يمكن التحكم في البرامج إلا من خلال الشركة المنتجة نفسها وبالتالي كانت هناك تجارب كثيرة حول هذا الموضوع لكن تتركز أهمية استبدال أنظمة التشغيل على الجانب الأمني كأهم عناصر تأمين الاستخدامات حوله ومن خلال هذا النظام التشغيل ما الذي يضمن أن نظام أسترالينكس نظام أكثر أمنا؟ الحقيقة التكنولوجيا عبارة عن أدوات تستخدم وهذه الأدوات التي تستخدم محتاجة جزئين جزء منها أن يتم تحديث وتطوير الأدوات باستمرار من خلال الشركات المتخصصة والأبحاث والجزء الآخر من خلال الخبرة المكتسبة من الاستخدام الخطوة التي أقدمت عليها روسيا أنها أنتجت عبر نظام مفتوح نظام تشغيل يسمح بجزئين الجزء الأول أنه يشغل الجزء الثاني أنه استخدام الوزارات أو استخدام الهيئات أو الجهات هيسمح بنوع من أنواع التطوير لهذا النظام أيضا ولم تبني روسيا نظامها على نظام بيسمهم السكراتش أو حديث من الصف إنما هي بنته على نظام راسخ تماما ومجرب منذ عدة سنوات وهو نظام التشغيل الذي يعتمد على المصادر المفتوحة نظام لينكس وهناك تجارب عديدة تمت ونجحت وتم اختبارها وتشغل ربما أحجام كبيرة جدا من البيانات المتدولة عبر العالم هناك مشكلة أساسية في الانتقال إلى هذا النظام الجديد أستاذ يسري أولا تطبيقات نظام ويندوز تطبيقات نظام التشغيل كثيرة نتحدث عن وورد نتحدث عن أكسل نتحدث عن محرك البحث الرئيسي أكسبلورر يعني هناك الكثير من هذه التطبيقات المعتمدة بشكل واسع النطاق هل يمكن استبدالها بتطبيقات أخرى السؤال الآخر هناك الكثير من الوثائق والملفات المحفوظة أصلا وخاصة في الملتي ميديا لا تعمل إلا مع ويندوز كيف يمكن التغلب على مثل هذه النقاط فيما يتعلق بالسؤال الأول اللي هو هل هناك برامج بتقام على نظام الأوبن سورس أو نظام اللينكس نعم هناك الأوبن أوفيس وهناك يعني على سبيل المثال في برامج كثيرة بتحتوي على ما يعادل الوورد وما يعادل الإكسل وما يعادل كل هذه الأمور بالعكس أنا أريد أن أقول حكي أن حجم التطوير في هذه الاستخدامات واخد مجرى أسرع بكثير مما يتم تطويره الآن في البرامج التقليدية بتاعت مايكروسوفت الحقيقة الصراع الرئيسي بين مايكروسوفت والعالم ليس على التطبيقات إنما على نظام التشغيل نظام احتكار مايكروسوفت للتشغيل هو أعلى نظم الاحتكار لأنظمة التشغيل أما البرامج التي تحمل على أنظمة التشغيل فهي تكون متوافقة مع مثل هذه الأنظمة ولا خطرة ولا ضرر إطلاقا في إيجاد على العديد من مئات الآلاف من البرامج التي تعمل بالنظام اللينكس وتعمل منذ عشرات السنوات في الفترة الأخيرة إجابة للسؤال التي تحقيك هل يمكن تحويل الميديا وما تم كتابته بطرق تعتمد على نظام التشغيل ويندوز إلى الطرق مفتوحة المصدر نعم وبسهولة لأن حتى الآن في برامج بتسمى كومبيلرز وبتحول الملف اللي جاي لحضرتك أو الملف اللي جاي للمستخدم من اللغة أو من الطريقة اللي مكتوب بيها بيسموا الاكستينشن اللي هو مكتوب بالويندوز دوت كذا أو دوت كذا إلى اللغة اللي ممكن تقرأ وده موجود لأنه في نظام تشغيل عالمي موجود ومستقر وليس ويندوز وهو نظام الأبل وإن كان هو الآخر مغلق لكن بيتم أيضا استخدام اللي هو نظام اللويس بيتم أيضا تبادل المراسلات المكتوبة بأي لغة إلى اللغة الأخرى عن طريق تحولها ببرامج تحولي فليست الصعوبة في الاستعادة ما تم كتابته إنما الحقيقة أن التجربة التي أقدمت عليها الآن الوزارة الدفاع الروسية بغرض تعميمها على روسيا قد سبقتها فيها حتى دول غربية زي ألمانيا في بعض الوزارات وبعض المصالح بتعمل بمثل هذه الأنظمة وسبقتهم الصين في مثل هذه التطبيق وكانت لمصر أيضا تجارب في مثل هذه الانتاجيات والتي أعتقد أن تطبقها منذ عشرات السنين أتاح أن تأخذ القرار روسيا بالتركيب على نظام تشغيل قائم ومستقر اللي هو اللينكس هل هناك برأيك في الوقت المتبقي أستاذ يسري هل هناك برأيك أسباب أخرى غير تقنية يعني كانت وراء هذا القرار مثلا البعض يقول هناك مساعي لكسر احتكار شركة مايكروسوف هناك من يرى أن هناك أسباب سياسية ربما روسيا تحاول أن تجعل هذا العالم عالم التقنيات متعدد الأقطاب وليس قطب واحد كما كان الحال حتى الآن هل ترى مثل هذه الأسباب لها مكان في هذا القرار الحقيقة نعم أنا أتفق مع طرح حضرتك في أن هناك أسباب أخرى غير الأسباب الأمنية نعم قد تكون هناك أسباب سياسية للضغط على النظام الأمريكي لأنه النظام الأمريكي إلى حد ما بيستفيد بحجم ضخم جدا من أنظمة التشغيل الموجودة في العالم ده جزء والجزء الآخر هناك بعد اقتصادي لأن تكاليف الترخيص التي تدفع كل عام في أي نظم تشغيل ليست فقط في تمن نظام التشغيل إنما في تمن نظام التشغيل المستخدم على كل الترفيات بمعنى إذا كان لديك نظام تشغيل في وزارة فيها مثلا مليون مستخدم فالمليون مستخدم لو نصهم أو ربعهم بيستخدم مع نعم بتكلم في نص مليون رخصة سنويا بتجدد برسومه ودي مبالغ كبيرة يمكن أن تكون لها أهمية إذن البعد الاقتصادي أيضا ممكن أن يكون لها أثر بالإضافة إلى البعد السياسي أما البعد الأخير والذي يجب أن ننوه إليه أن هناك حروب إلكترونية قوية جدا بين روسيا وأمريكا وخاصة في نجاح روسيا في الفترات الماضية في التأثير على الانتخابات الأمريكية والتأثير على الانتخابات الفنسية والتأثير على أمور كثيرة وبالتالي هذه هي ضربة أخرى في اتجاه تكوين قواعد مهاجمة وليست قواعد مدافعة بمعنى أن سوف يضطر الناس إلى الكتابة بطريقة الروس أو الجهات التي تتعاني معها وهنا يأتي الدور الذي يطرح في مسألة هل هناك دهوط أخرى طبعا قد تكون هناك دهوط أخرى غير الأمنية والسياسية والاقتصادية وهي أن الحصول على الأسواق وحجم الأسواق إلى حد ما بدأت روسيا على تأثير في حصة التكنولوجيا الدولية شكرا جزيلا لك الأستاذ يسري زكي الخبير في أمن المعلومات كان معنا من القاهرة